الخبير في الستراتيجيات والسياسات المائية الأستاذ رمضان حمزة مرحبا بحضرتك أستاذ رمضان حمزة يمكن جنابك اطلعت على تقرير صحيفة الڭارديان واللي فتحت النار على بعض من الشركات النفطية في العراق التي أيضا تسرف في المياه العذبة في العراق ومن جهة أخرى تلوث مصادر المياه في العراق أو تلوث البيئة بشكل عام منذ متى ونحن مستمرون بهذه الطريقة اللي في حين البعض من دول العالم يلجأ إلى مياه البحار المالحة ولا يبذر بمياهه العذبة منذ متى رأيك أستاذ رمضان حياكم الله ومساء الخير الحقيقة تقرير الڭارديان مغرب علينا كخبراء واختصاصيين في هذا المجال ولكن منذ متى تقريبا منذ 2003 هذه العلامة أصبحت بارزة وصارت علامة فارقة في تاريخ العراق أن الشركات النفطية صارت إلها إحالة عقود وتراخيص بدون أن يكون هناك أسس تنمية مستدامة أسس لحماية البيئة أسس لكيفية تتصرف المياه لمعالجة الفراغ الذي يحصل من خلال استقراج الجائر للنفط كل هذه العوامل وعوامل أخرى شجعت أن الناس تحصل على مصدر نفط أو مصدر مالي قد يكون شرعي وقد لا يكون شرعي لا يهتم لا بالبيئة ولا بحياة الناس وحصدنا حاليا بعد هذه العشرين سنة كيف أصبحت حال البصرة التي هي في 2018 الحقيقة الملوثات المائية آلاف الناس نقلت إلى المستشفيات ولا تزال البصرة تأن من الشعل النارية الموجودة وكذلك تلوثات التي هي سواء بالمياه أو بالتربة أو بالهواء فهذه كلها نتيجة عدم وجود إرادة وإدارة مركزية لهذه الحقول النفطية والشركات دائما الشركات النفطية عندما يكون هناك أي عقود جزء منها أن الشركات تتحمل تبعيات البيئة وحماية البيئة